عملت ديبريسيون وصلت تعدي أيامات أسابيع في الفرش بترقد بالدواء اليوم تنجم تقول لنا سبب الديبريسيون هذي؟ شنو أصبت؟ هو ما فهميش سبب مباشر هو ترك وميت متاع السنوات سنوات متاع كخاطر كي جيت نشوف نلقى روحي ريت العشرة السنين اللي كنت نحكي لك عليهم متاع الخدمة لقيت روحي مرتحت الجملة ما أخذتش كونجي كيف ما يلزم ما مرتحتش يعني نخدم حبل عشرارة وقيت روحي قاعدا نقبل على روحي في حاجات اللي طاوة وليت معاش نقبلها مثلا أني نخدم من غير كنتراء أني نخدم أكثر من اللازم وأكثر من الوقت وإلا نخلص أقل من اللي نسحق هذي كنت من الأول بحكم أني أنا قاعدا نراكم في التجربة وراكم في نتوارك وكارنيد أدريس نجم نقبل أني نعمل تنزلات هذي لكن في وقت من الأوقات سيبوهم معنى هذي تخدم توت خبايا مغيطا ساليخ تخدم تخلص هذي حاجة من الحاجات والمعاملات والسيستام الكل قاعد دي يتراكم 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 لي نوصلت المرحلة ما ما عادش نجم نقبل على روحي حتى شيء من هذا الكل وبعد نعمل لي برشة دي زالاغم قبل معنى يزيم كترتاح يزيم كترتاح يزيم كترتاح يزيم كترتاح وكل مطفيت هم هذي من الكل وتعديد فتويل إلى النهار معنى هنقى روحي ما عادش غير قادرة أني ينا نخمم كريمو معنى ها أضعف الإيمان نقوم ندوش بريمان ذاك إنجاز عظيم معنى بشو نقوم للتويلات هذي الكل سبب فيه الإعلام ولا بسي فيه؟ هذي خدمتي معنى الإعلام مخدمش حاجة أخرى هنا هذي الكل سبب فيه معنى تظلمت انتي في المجال تظلمت ايه تظلمت ورهو ووصلت روحي زادا ووصلت روحي دون السنس اللي سكت معنى ها قبلت بحاجات اللي نعرفه ما هم شباهي طيو عبد يجي يقولك تخدم بغير كونترا ما هيش حاجة باهية لكن أنا قبلتها ونعرفها ليه ما هيش باهية ونعرف إنك تخدم أكثر من منطقتك ما هيش حاجة باهية لكن عملتها كميب وقعت مواصلة فيها وقبلت على روحي برشة حاجات تصرفي تخايبة شكون ما أكثر شخص ظلمك في الميدان؟ من نحبش نذكر أسماء لكن عادنتي جريئة وصريحة في حوار السراحة لا على خاطر فما قانون يحكم معنى مش على حاجة قانون أربع خاصة لا فما شكون رفع بيا قضية معناها لكن هو مش وعليش رفع بيا قضية؟ في الأخر ما هيش ما وصلت لحد شيء ورفع بيا قضية خاطر شك إنه أنا نقصد فيه معناها في كلام قلته على مواقع التواصل الاجتماعي قالت تقصد فيه أنا لك أنا مانيش ما ذكرت حتى اسم ونعرف معناها القانون بالجدية نعرف قانون أربع خمسين اللي هو رغم أنه نرمال مو كاجت دنيا دنيا الصحفيين ما همش معنيين به لكن تقضيت به القانون هذك أو في الأخر مسارح الطحية على خطر أنا جون لي باسي تي ما فما اش دليل أنا كنت بقول شكين ما نجح بش أنقول لك لا انتي ما تقصد ش فيه يخرج حكم طوان نجح نقول إنه شخص ذكر أو برفع خضية يعني الحكم ما الزلا بخرج حيا وحدث المصارح الطحدة يخرج الحكم موقتها في بالي المصارح الطحية يعني مثل مش Έخذيو أقوى اللي عملنا مكافحة مشينا للمحكمة شي يصير كيف يصدر الحك؟ عدم سميع الدعوة نعم ما تخافش؟ أنا معنديش منيش نخاف خطريني من ما عملش حاجة غالطة نجي تقصد فيه أنا نقصد فيه ونا مش نقصد فيه أنا منيش نجيبك روما على خاطر نعرف كان جيد معناها منعرش القانون أنا يقول لك اسمه فاسي المو ونجم نقوله لك في الأوف أما قدام كاميرا إذاك يتسمى تشهير اللي هو معناه حتى كان هو ظلمني شخص هذك يقول لك ظلم كتمشي تشكي به ما تجيش تقول اسمه في قدام كاميرا ولا قدام في مواقع تواصل الشميع ما تكونت النجم إنها جارئة أما كنت النجم نقول اسمه على فيسبوك لكن دونك ديكريسيون صارت لك من الظلم اللي تشوف روحك والتعب اللي تعرصت وظلم حتى للروحي معناه